موسيقى أسامة حسني أحد أفضل المهاجمين في تاريخ الأهلي نشأ وترعرع وكبر وتألق وعانق المجد في قلعة الأحمر أسامة حسني المهاجم الأهلاوي صاحب الأداء الأوروبي صعد للعب مع الفريق الأول بعد أن تألق تألقا لافت للأنظار في جميع المراحل السنية بقطاعات الناشئين والشباب بالأهلي أسامة حسني هو أحد حبات عنقود المواهب الأهلوية ونجح حسني في الدخول لقلوب عشاق القلعة الحمراء بسبب أداءه وأخلاقه العالية لم يثير حسني أي مشكلة طوال مشواره الكروي مع القلعة الحمراء سواء شارك مع الفريق أو أثناء جلوسه على مقاعد البدلاء وكان دائما الورقة الرابحة لمانويل جوزي المدير الفن السابق فمن ينسى مباراة نهائي كأس مصر التي نجح فيها حسني في تحويل تأخر الأهلي إلى الفوز على الزمالك أربعة ثلاثة وفاز الأهلي باللقب الغالي بفضل رأسية حسني وتسجيله هدفين متتاليين أسامة حسني يلقبه أقرانه في النادي بالمنقذ لأنه كان على استعداد دائم وجاهز لإنقاذ الفريق في الأوقات الحاسمة فعند غياب الجميع يكون أسامة حاضرا بأهدافه الحاسمة عرفته الجماهير في المباريات الصغيرة وفي المباريات الحاسمة انضم أسامة لللاعب مع الفريق الأول للنادي الأهلي في موسم 2003-2004 في مركز الهجوم بعد اكتيازه اختبارات ناشئي النادي وكان قد التحق بقطاع الناشئين بالأهلي قبل ذلك بسبع سنوات تحديدا في موسم 96-97 لعب مباراته الأولى أمام الشمس في مصابقة كأس مصر يوم الأول من مارس 2000 وانتهت بفوز الأهلي برباعية نظيفة لعب أسامة حسني مع المارد الأحمر لمدة 11 عاما منذ أن تم تصعيده حتى انتقاله إلى مصر المقاصة عام 2011 انضم بعدها إلى حرس الحدود موسم 2013-2014 وحصل على لقب هداف كأس العالم العسكري 2007 التي أقيمت بالهند بالمشاركة مع النجم الكبير عبد الحميد بسيوني سجل حسني مع الأهلي 39 هدف وذلك في 113 مباراة شارك فيها مع المارد الأحمر في مختلف المسابقات اعتزل حسني كرة القدم واتجه إلى مجال التدريب وكانت البداية مع جهاز الكابتن محمد يوسف المدير الفني السابق لسموحة وتولى معه حسني منصب المدرب ثم عمل مدربا عاما مع الكابتن سمير كمونة المدير الفني السابق لفريق شباب الأهلي قبل أن ينضم إلى الجهاز الفني لمنتخب الشباب حاليا بقيادة الكابتن حمد صدقي المدير الفني ويتولى أسامة حسني منصب المدرب ضمن جهاز المنتخب الذي نجح وتألق مؤخرا في دورة كوسافا وعاد الفريق بالمركز الثالث رغم شراسة المشاركة اشتركوا في القناة